بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سنتعلم سوية إن شاء الله كل شيء عن التقليم وتقنياته وأهميته ويبقى عليك التطبيق العملي طبعا عندما تتقن العلم النظري وتطبق عمليا على شجرة أو شجرتين فتصبح بإذن الله العملية عندك سهلة جدا إن شاء الله تعالى بسم الله نبدأ أولا لماذا التقليم أهمية التقليم تكمن فيما يلي أولا تبكين وصول أشعة الشمس إلى جميع أعضاء الشجرة مما يساعد فيها تحسين عملية التمثيل الضوئي عملية التمثيل الضوئي أو عملية البناء الضوئي هي عملية تغذية الشجرة لنفسها بنفسها طبعا هي عملية كيميائية معقدة لكن التمثيل الضوئي هو عملية تغذية الشجرة لنفسها بنفسها وتكوين غذائها أيضا فوض التقليم هو تخفيف عدد الأغصان والأوراق وذلك لضمان وصول كمية أكبر من هرمون الأكسين إلى الثمار الذي له دور كبير في عملية الثمار وتحسين جودة الثمار هرمون الأكسين إذا كانت الفروع كثيرة والأوراق كثيفة يصل بشكل قليل إلى الثمار وبالتالي يصبح الثمار ضعيفة أو تصبح الثمار غير حلوة مثل التفاح والموز وإلى آخره الثمار هذه الحلوة إذا كانت كثيفة شجرة تصبح خفيفة الحلاوة فيساعد التقليم في وصول الأكسين إلى الثمار وتحسين الثمار كجودة وكطعم أيضا من أهمية التقليم هو تخلص من الفروع الميتة والفروع العشوائية النمو الفروع الميتة والفروع العشوائية النمو تعيق الشجرة وتعيق النمو الشجرة وتعيق البستاني عندما يريد أن يجني الثمار أيضا من فواد التقليم أنها تخلصنا من هذه العشوائيات وأيضا السرطانات السرطانات هي الفروع التي تنمو في أسفل جذع الشجرة في منطقة نماس الشجرة مع التربة تنمو هناك فروع عشوائية تدعى السرطانات هذه همية التقليم ما هي الفروع الواجب تقليمها أو قصها؟ كما هو موضح في هذه الصورة الفروع ذات اللون البن الغامق هي التي يجب قصها وأشهر أشكال هذه الفروع منها الفروع التنافسية التي تكون على شكل حربي مع الفروع الأساسية هذه مع الزمن إذا تركتها مع الزمن تضايق الفروع الأساسية لذلك يجب قصها وهي صغيرة أيضا الفروع المكسورة فروع المكسورة لأنها إذا كانت حية ومكسورة سيظهر عليها فروع عشوائية وتسبب ضيق مع الزمن فلذلك يجب قص هذه الفروع المكسورة أيضا فروع عشوائية النمو كما هو مضح بالشكل هذه الفروع العشوائية النمو تزعج الشجرة وتزعج عملية وصول الضوء وعملية الإثمار وتصبح الشجرة عشوائية كما هذه الفروع يجب قصها وأخيرا السرطانات كما هو مضح بالشكل هذه السرطانات أيضا يجب تقليمها الأدوات التي سأستخدمها في التقليم أدوات التقليم المنزلية هي الأداة الأولى المقص والأداة الثانية المنشار للأدوي أما الأداة الثالثة المقص الكبير والأداة الرابعة لمنشار الكهربائي هي تستخدم للمقلمين المحترفين الذين حرفتهم هي التقليم وعملية البستنة أو الذين عندهم بساتين كبيرة وضخمة أما بالاستخدام المنزلي إذا واحد عنده حديقة منزلية صغيرة فيها بضع شجرات لا يحتاج فقط إلا للمنشار الإذوي والمقص الصغير أفضل موعيد لتقليم الأشجار أفضل موعيد لتقليم الأشجار هي نهاية الشتاء نهاية الشتاء تكون الشجرة في مرحلة الكمون الشتوي وعندما تقلمها تساعد في عملية تشكيل براعم للموسم القادم وأيضا في آخر الشتاء أن تكون قد تفادينا موجات السقيع التي تضر بأماكن التقليم لأن أماكن التقليم هي فعليا جروح في الشجرة أيضا من أوقات التقليم الجيدة هي منتصف الفصل الصيف يعني الشهر السابع والشهر الثامن هذان الموعدان جيدان لعملي التقليم وأسوأ موعدين وأحذر كل حذر أخي الفئة التقليم هو في آخر فصل الصيف وفي فصل الخريف وفي فصل الربيع في فصل الخريف والربيع والربيع حصرا تكون عملية البرعمة فإذا قلبت أنت هكذا تكون قد ضربت الموسم القادم فسيكون موقف الموسم القادم ضعيف جدا جدا من حيث الانتاجية وتقليم في آخر فصل الصيف أيضا سيء لأنه تخاف مع قدوم الشتاء وقدوم موجات السقيع أن يؤذي مماكن التقليم لذلك أفضل موعدين للتقليم في آخر الشتاء وفي منتصف فصل الصيف قيامك بالتقليم هناك عدة نصائح يجب أن تتبعها أول نصيحة هو تعقيم أدوات التقليم يجب أن تعقم أدوات التقليم وخصوصا كلما تقلم شجرة عقمها إذا قلمت الشجرة الثانية كمان عقمها ربما تكون شجرة مريضة كي لا تنتقل العدوة إلى شجرة أخرى أيضا الهم النصائح هي توجيه نمو الشجرة إذا كان عندك شجرة طويلة جدا قم بقص الفروع أو النهايات العمودية كي تنمو بشكل عرضي أما إذا كانت قصيرة جدا فلا تقصها كي تنمو بشكل طولي إذا توجيه نمو الشجرة إذا كانت طويلة جدا قص النهايات العلوية كي تنمو بشكل عرضي وإذا كانت قصيرة حافظ على النهايات الطولي كي تنمو بشكل طولي وعرضي معا أيضا من أهم النصائح في التقليم هو الانتفاخات التي تكون بين الجذع الأساسي والفروع أو بين الفروع والفروع الفرعية هذه الانتفاخات أحذر من قصها لأنها تحوي على المواد المساعدة لترميم الشجرة ومعافاة الشجرة وإعادة بناء الشجرة فهذه الانتفاخات مفيدة جدا يعني هي تعتبر كخزانات المضادات الحيوية فأحذر من قصها قص من بعدها أخي الكريم كي تحافظ على بنية وقوة الشجرة وهنا نصيحة أخيرة وهي من باب الإثراء المعرفي إذا كان لديك فرع ثخين جدا وتريد أن تقصه لا تقصه من جذره لأنك عندما تقلمه جذرا بسبب الثقل ممكن أن يسقط وينزع بعض لحاء الشجرة في يؤذي الشجرة لذلك حاول ابتعد ثلاثين سنتيمتر كما هو مضح في الصورة وإعمل ثلم سفلي ثم ثلم علوي فيقع الغصن لوحده وتبقى الثلاثين سنتي هذه المتبقية تقصها براحتك هكذا أخي الكريم أنت بعذن الله تعالى حصلت على جميع المعرفة النظرية في عملية تقليم المنزلي يبقى عندك التطبيق العملي أول شجرة ستواجه صعوبة فيها الشجرة الثانية في سهولة شجرة الثالثة تصبح من أول نظرة مقلم جيد بإذن الله تعالى وأسأل الله التوفيق لك ولي والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر